قفزت مدينة دبي لتصبح مركزا رئيسيا لمبيعات الأعمال الفنية حيث تشهد المدينة حدث أهرت دبي في نسخته ثانية عشرة من خلال عرض مشغولات فنية عدة وذلك بمشاركة فنانين من 48 دولة شاركوا بلوحات تشكيلية تتأرجح بين التجريد والكولاج وكذلك الواقعية مع وجود مساحة مهمة في المعرض للأعمال التركيبية فحتى اللوحات دخلت الحيز ثلاثين أبعاد حيث كانت تقنيات الكولاج في الكثير من اللوحات تقنيات الكولاج يعني الدمج بين عدة صور هذا هو التعريف باللغة العربية تميزت الأعمال في قسم الفن المعاصر بتنوعها وتعددية وسائطها ومنها أعمال سبعة فنانين معروفين منهم الفنان العراقي وليد سيتي والذي تتمحور معظم أعماله حول الحرب وأيضا الفنان الإيطالي جيدو كاساريتو والفنان أزادي كوكر التي تستخدم الورق الياباني لتقديم أعمال تنتمي إلى الطبيعة والفن الحضري كما يتضمن المعرض قسما للفن الحديث فتوجد 16 صالة من 14 أو دولة أو من 14 دولة قدمت مجموعة من الأعمال التي تعود إلى الفترة الممتدة من الستينيات حتى الثمانينيات ترجمة نانسي قنقر